انها الواحدة صباحا ساعة القلق بتوقيت المفجوعين لا يعرف وحدهم الاخر يختلفون بالاجناس ويتشابهون بالمصاب فجميعهم ينتظرون جثث ذويهم من الفجار سوق الوحيلات امام مستشفى الصدر العام بمدينة الصدر في بغداد منهم من ظفر بجثة فقيده ورحل ومنهم من ينتظر ومن بقى تحدث لنا عما حصل بس انا ثلاثة ثلاثة واطفال واحد اثناش واحد اربعة عطاش واحد اخمسطعش هذا ثلاثة هسه هذا ابو الجاهل كان بكرب الاهل شوفوا الصير بي واحد منهم وعدي بعد جريحة وعدي نسوان اثنين احترقين مره طلعت للسوق العصر وعدي بعد ايتام صغار ليه شن ذنبهم قل له ابوهم قبل شم سنة ما سنة ما انما تسبوهم ونبهم لحقاتهم وعندنا مرة شهيدة استجدت بالفجار من سوقل وحالات بالقطاع 55 25 شهيد وستة متولين هوية هسه المتولين هوية هسه واحدة من اثارنا عليها هي بتنا بتعمنا عيد اضحى بطعم الدم عند اهالي الضحايا ضحاياهم ارادوا ملبسا للعيد فمنحوا اكفانا يقولون ان عيدية العيد كانت موت ذويهم ويقولون ايضا ان ما حل بهم نتاج فشل المنظومة السياسية والتقاسم المغانمي من قبل الاحزاب على طاولة المحصصة السياسية والله عيب عليكم والحسين عيب عليكم والسياسيين عيب عليكم يعني ايال اليوم والعراقين تطلعون ساعة حرك ساعة بجارات ساعة مدرشينو خلصتونا كافي بشر يومية 15 اللي في ديزمرت تشير ملابس العيد والقاهمية كافي ملينة سياسيين تعبتونا والله تعبتونا شوفوا الشهداء شوفوا الجرحة شوفوا الروس وظالنا بثلاليج انفجار الوحيلات ليلة دامية وظيفة لمسلسل الليالي الدامية مسلسل ما تزال تزهق ارواح العراقيين وتراق دماؤهم فيها وعلى ما يبدو لا نهاية لحلقاتها من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير آخر